معانا مين؟ استاذ محمود من الده اهلية تفضل السلام عليكم فاني عليكم السلام عليكم احتكاته استاذ محمود تفضل الله وكليك فضلت الشيخ كنت بس ازا حضرتك انا كان حصل مشكلة بيني وبين المراطي نعم فحصل مشكلة انا قدت لامور تعصطبت فيها فحلفت يا مين طلاق رميت عليها الايه يا مين الطلاق اتا انت طالق بيك تلافة انت ما تتزمنيش انت علي كذا بالي مين انت خارج من البيت وطبعا هي ما خرجتش حضرتك قلت الكلام ده كله في مرة واحدة اه يعني حضرتك كنت في حالة ابداع بتحاول تجمع كل الحاجات انت كده مش كنتش بتطلق انت كنت بتعمل العقدة بشنطة صح؟ انا كنت فعلا كنت مصار جدا يعني كان موضوع كان كبير جدا فانا كنت مصار دي اول مرة تقولي الكلام ده؟ اه ما قلتش اي حاجة ليه علاقة بالطلاق ولا علي الطلاق ولا تكوني طالق ولا اي حاجة ليه علاقة بالطلاق ده؟ ايوة فنم ايوة ما نرميت يمين بقول لحضرتك انا حلفت قلتها علاقة بالطلاق بي الطلاق سيدي انا بقولك انت مقولتش قبل الطلاق مقولتش قبل المرة دي اي حاجة ليه علاقة بالطلاق قبل كده؟ لا لا يعني دي اول مرة في حياتك اول مرة وعشان كده كنت عايز تقول كل اللي في قلوعك معرفش فقلت ايه بقى قلت لقى انت عليها الطلاق بيك انت ما انت لازماني في حاجة موسقة في حاجة موسقة في طلاق موسقة قبل كده لا لا طب حصل اي شكل من اشكال الخلوع ده طب مش تبشير ده دوت انا بقول للناس اللي بيقولوا احنا ليه بنحب ان احنا نقابل الناس اللي بيتكلموا في الطلاق عشان بنفصل في كل واحدة من دي بنسأل بنسأل في كل تفصيلة من دي لان الكلام ده كله بيبقى مؤثر طيب حضرتك قلت لها بقى ايه قلت لها انت عليها الطلاق بالتلاتة انت طلقة مني بالتلاتة عليها الطلاق بالتلاتة ما انت بيتة فيها بس يعني عليها الطلاق بالتلاتة تكوني طلقة بالتلاتة وعليها الطلاق بالتلاتة ما تكونيش بيتة فيها صح كده وإيه تاني بس يا فاني فانت كنت بتقول عليها الطلاق هتكون يطلق او فانت طلقتها بعد اسمع بس يا سيد محمود طبعا انت بعد كده قلت لها انت طالق ولا مولت لاش لا لا مولتش انت طالق طيب يعني انت قلت لها عليها الطلاق بالتلاتة تكون يطالق بالتلاتة وعليها الطلاق بالتلاتة ما انت قاعدة فيها صح تمام فهي قاعدت فيها او طيب اول حاجة اتقل له في نفسك انت بتعمل كده في نفسك ليه انت بنبهدل نفسك كده ليه كل عبس ده اسمع 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 انا لنا اصد ان انا ضد عليك ولكن ده واجب شرع عليك واجب شرع عليك ان انت تعرف ان الحادثة دي لازم الحادثة دي تكون اخر حادثة ممكن تستعمل فيها الطلاق بهذه الطريقة غير منضبطة لان احنا مأمورين ان نتعاون على البر والتقوى وهذا ليس بر وتقوى ان انا افوت ان انت تسيب الكلام ده وتتعمله مرة تانية انت لما قلت علي الطلاق علي الطلاق احنا بنتعامل مع اذا حصلت المخالفة وانت قلت علي الطلاق بالتلاتة هتكون يطالق هتكون يطالق ده خبر وانت مطلقتهاش مطلقتهاش انت طالق وقلت لها علي الطلاق بالتلاتة ما انت قاعدة فيها فانت كأنك حرفت حلفانين حلفان الاولان ان انت عطلقها وما طلقتهاش وده وتحنس منك والطلاق التاني علي الطلاق ما انت قاعدة فيها وده حنست فيه يبقى انت عليك كفرتين يمين بس مش كل مرة بتسلم الجرة اوه اتفتي نفسك مرة تانية في الطلاق وانا ليه عملت كده لين مرة دي اجبت كده عشان اعرف الناس ان احنا لما بالقلوم تعالونا عشان نحقق معكم في دار الافتة او تعالونا عشان لازم نتكلم بكلام مباشر عشان نعرف ان المسألة ما هي السهلة ما هي السهلة ليه لازم الالفاظ نتهقن منها ونأكد عليها مرة واثنين وثلاثة مرتين وثلاثة اسألوا انت قلت عليها الطلاق هتكوني طالق هو يبقى فيه فرق لو قال لها عليها الطلاق انت طالق اه طبعا الفرق احقق معه بطريقة تانية فلازم انتوا تعفهموا ان مسألة الطلاق محدش بيفتي فيها محدش ييفتي في الطلاق ومدام قال ان انت طالق يبقى حصل ان هو خلاص طلقت بلاش هذه الطريقة المفتبيه ان عليها الطلاق تعامل معاملة اليمين خلاص استقرت الفتوى على ذلك وعشان كده يا سيد محمود انتق الله في نفسك ومالكش دعوة تانية بالأرفاز الطلاق اشتركوا في القناة